دكتور عبد منعم عمارة وحقيقة قابلني في كاليفورنيا وطبعا أنت تعلم جيدا أن الدكتور عبد منعم كان وكيل نادي الإسماعيلي وشخصية جميلة وتأثيره على الإسماعيلي كان قدقيه كبير وكان وزير الشباب والرياضة في الوقت ده فأخذت الدكتور عبد منعم وجي معايا لنادي أنا كنت بشتغل فيه في الوقت ده وكنت ماسك فيه الجينم مانجر المدير العام بتاع الأنشطة الرياضية مع الأمريكان فحقيقة قال لي عسامة حرام أنك يعني أنت لازم ترجع مصر بالزبط كده قلت له طبعا أنا أرجع زي وأنا عندي بيتي ومراتي وولادي والمجرسة وبتاعها كله ده كاليفورنيا سيرفة ده هدف أنا سجلته اسمح لي أشرح لك قصة الهدف ده المباراة دي كانت أول مباراة وأول لمسة ليا داخل الملعب مع فريق كاليفورنيا سيرفة أنا نزلت بالزبط في الشوض التاني تقريبا لأنك كنت جاي من مونتريال فريق اسمه ليومانيكا ونزلت ولسه ما حدش عارف طريقة أدائي جول حلو أف يعني أنا أخذه من نص الملعب حياة جولة صعبة جدا ودي كانت لو تتذكر يا كابتن متحة معظم أهداف في مصر حتى وأنا في أمريكا كانت بالشكل ده من نص الملعب المهم في المباراة دي إحنا كسبنا أربعة اتنين وأول لمسة ليا مع الفريق أجيبها جول بالشكل ده أخذها من نص الملعب ورايح يعني والعملية بقى فتحت بعد كده واخدتها ده في الفريق والكلام ده على فكرة الفريق ده كان بيلع فيه كالوس ألبرتو كابتن البرازيل وكان بيلع فيه باولو سيزار نجم البرازيل وهم كانوا زميلي في فرقة كاليفورنيا وأنا عزمتهم في مطش اعتزالي في الإسماعيلية يعني حقيقة جم يعني جم مشكورين من البرازيل واتنين كبار كبار وكان أول مرة حقيقة يتعامل مهرجان قدي رائع في الإسماعيلية بهذا الشأن يعني المهم